هل رأيت مرة في منامك رؤية عجيبة فتلهفت على عالم يفسرها لك فإن إمام المعبرين هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عن قال الذهبي قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرها وكان له في ذلك تأييد إلهي كان دقيقا في نقل العلم فلا يرى رواية الحديث بالمعنى قال ابن عهون كان محمد يأتي بالحديث على حروفه وكان الحسن صاحب معنى وقال هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين وعن خليف بن عقبة قال كان بن سيرين نسيج وحده كان فقيها غزير العلم فعن عثمان البتي قال لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين وقال عوف الأعرابي لم أر أحد أعلم بتجارة ولا بقضاء ولا بفرائض ولا بحساب من محمد وقد جمع مع علمه وتجارته الورع قال مورق العجلي ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين وكان من أزهد الناس قال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء قط ضرا ولا فاجرا وقال أبو عوانة رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله توفي ابن سيرين بعد الحسن البصري بمئة يوم وذلك في شوال سنة عشر ومئة للهجرة ومن حكمه نفيسة قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رحمه الله رحمة واسعة